الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينيتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم موسيقى وقه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود توسيع مسارات الانتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة مؤكدا على الاستمرار في مسار تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديبة واكتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين وذلك لمتابعة العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفي الإطار ذاته اجتمع رئيس السيسي أيضا مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حيث تم التركيز على تقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلت مصر مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة أثار الزلزال وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى أكثر من 12.390 قتيلا فيما أوضحت أن عددا من المصابين كانوا مصابين جراء الزلزال يقترب من 63 ألف مصاب حتى الآن حيث ما زالت أعمال البحث والإنقاذ مستمرة وفي سوريا انهار منزل في ريف دمشق بعد هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 من 10 درجات هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء السورية أن نحو 300 ألف شخص قد نزحوا من جراء الزلزال في سوريا هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة من الزلزال المدمر حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3480 شخصا ونحو 5000 مصاب وتوقعت السلطات السورية ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير نظرا لوجود مئات العائلات العالقة تحت الأنقاذ طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي من نظيره الفرنسي إمانوال مكهان والمستشار الألماني أولاف شولتس تزويد كييف بالطائرات والأسلحة الثقيلة في أسرع وقت ممكن جاء ذلك خلال مباحثات عقدها زيلانسكي والشولتس ومكهان في باريس وأكد المستشار الألماني خلال الاجتماع أن ألمانيا ستقدم دعما عسكريا إلى كييف طالما كان ذلك ضروريا اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين الصين بانتهاك سيادة الولايات المتحدة من خلال إدخال منطاض صيني للأجواء الأمريكية مضيفا أن واشنطن تعاملت مع هذا الأمر بشكل مسؤول وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو يونس ستولتنبرغ في واشنطن قال بلينكين أنه بحث مع ستولتنبرغ التحديات التكتيكية التي تمثلها الصين بالنسبة للحلف والمنظومة الدولية عرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري وصفة إياه بأنه استعراض لأكبر قوة هجوم نووي تملكه البلد وأقيم العرض الذي حضره الرئيس الكوري كيم جونغ أون مساء الأربعاء في إطار احتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهاي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط في الدوري نصف النهائي للبطولة العالمية بهذه النتيجة سيلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية مع فريق الهلال السعودي بينما سيلتقي النادي الأهلي مع فلامينجو البرازيلي على المركزين الثالث والرابع يوم السبت انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل